اشتركوا في القناة حرين المركزي وسعادة السيدة أمنى بن تحمد الرميح وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وأصحاب السعادة رئيس وعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وعدد من السادة النواب وعدد من المسؤولين وفي بداية الاجتماع أكد معالي السيد أحمد بن سلم رئيس مجلس النواب الاهتمام المشترك والتعاون البناء والمستمر بين السلطة التشريعية وسلطة التنفيذية لخدمة الوطن والمواطنين تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المعظم حفظه الله رعاه ودعم ومتابعة سمون العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تلق التغدير وعظيم الامتنان لجهود الحكومة المقرة في إنجاز وتسريع المشاريع والخدمات الإسكانية وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطن والأسرة البحرينية ضمن خطط وبرنامج الحكومة المقرة وثمن معاليه جهود مصر في البحرين المركزي ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين وأشاد معاليه بثبات الأقصاط ونسبة فوائد القروض والتمويلات المقدمة للمواطنين المستفيدين من البرامج والخدمات الإسكانية وأوضح أهمية الاجتماع للتباحث حول موضوع قيام عدد من البنوك والمصارف برفع نسبة فوائد القروض الخاصة على عدد من المواطنين وعرض المرئيات والخيارات الممكنة ونوه معاليه بدور القطاع الخاص والشراكة الحيوية في دعم وتعزيز منظومة المشاريع الإسكانية وتوفير الخدمات والتسهيلات والخيارات التمويلية المتنوعة متنوعة الأغراض الملائمة للمواطنين مع ضرورة مراعاة ظروف واحتياجات الأسرة البحرينية من جانبه أكد محافظ مصرف البحرين المركزية همية تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية منوها بأن المصرف حريص على متابعة شكوى بعض المواطنين حول رفع أسعار الفائدة على بعض القروض العقارية للتبصل إلى معالجة مناسبة لهذا الموضوع